السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع ومن على حلبة المصارع ومن مكان البطولة الحقيقية بنقول مرة تانية وبنذكر بالبرنامج بتاعنا هنصارع الشيطان وإن شاء الله هننتصر عليه وهنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى أن احنا نقاوم كل فتن الشبهات والشهوات وهنثبت ونمشي وراء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان نوصل لجنة الفردوس ونجتمع هناك وفكركم وقولكم فاكرين لما التقينا في رمضان على قناة اقرأ وتكلمنا عن المصارع وقلنا لازم نصارع كل الشهوات والفتن دي علشان ربنا يجمعنا في الجنة ودين انتصرنا وبقى كل واحد فينا فعلا حمل لقب المصارع وقدر بفضل أنه ينتصر على كل الفتن دي رغم أن الإغراءات كانت كتير قوي والأشياء اللي ممكن تدعونا للفتن دي كتير قوي لكن كان إيماننا أقوى وسقطنا بالله كانت أقوى عشان كده ثبتنا ووقفنا وأثبتنا أن احنا عباد لله وحققنا قول المولى عز وجل وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون أخوي وحبيب وأخت الفاضلة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن عشر حاجات علشان أي واحد في الدنيا عايز يبقى مصارع لازم يعملهم وعلشان أنا أكون عبدي لله لازم أعملهم علشان أقدر أصارع كل الفتن وكل الأعداء اللي بيحولوا بيني وبين طريق ربنا سبحانه وتعالى وقلنا هنتكلم النهاردة عن بداية قصة الصراع وأكيد حضراتكم مشتقين من مبارح وتر يا طارق قصة الصراع دي بدأت إزاي وليه وإمتى وهنصارع مين وهنصارع إزاي ده اللي هنعرفه اللي لا دي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قصة الصراع إن ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا مين هو العدو الحقيقي اللي لازم نصارعه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان الله لكن يا طارق إيه هي قصة الصراع وبدأت إزاي ده اللي احنا هنعرفه وإحنا على يقيم من جوانا إن أي شيء في الكون ده إحنا بنصارع يا جماعة فإحنا في الحقيقة إحنا بنصارع الشيطان نفسه لإن مين اللي زين للبنات التبرق ما هو الشيطان ومين اللي زين للإنسان إن هو ما يصليش ما هو برضو الشيطان ومين اللي زين للرجل إن يكن لقم حرام برضو الشيطان فكل مشكلة هتلاقي في الغالب وراها إما شيطان جن إما شيطان إنس وشيطان الإنس أحيانا بيكون أشد وأقوى وأقوى تأثير كمان من شيطان الجن فنسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من شياطين الجن والإنس إنه ولي ذلك والقادر عليه بدأ الصراع إمتى؟ بدأ الصراع منذ خلق آدم عليه السلام طب إزاي بدأ الصراع؟ هقول لكم بس تصلى على حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الأيام كلام ده زمان أوي 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 يعني المولى عز وجل شاء الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام وأن يجعل من آدم ذرية الذرية دي في يوم الأيام هتنزل وتظهر على الأرض وتعمر الأرض تعمره بالطاعة أو تعمرها بالطاعة وتملاها برضو بكل خيرات الدنيا علشان يبقى فيه أسباب المعيشة متوفرة والناس عايشة وبتعمر الكون وتبدع وتؤثر وتبتكر عشان الدنيا كلها تعيش وتتقدم بفضل الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل أخبر الملائكة والملائكة كما تعلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حتى إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يا جماعة لما صعد رأى ثلاث مشاهد عجيبة جدا رأى ملائكة وظيفتها كلها أنها وقوف تعبد الله عز وجل ملائكة تانيين ركوع ركعين لله سبحانه وتعالى وملائكة تلتين سجود لله سبحانه وتعالى حتى إن الملائكة اللي سجدين يوم الإيامة يعني منذ خلق الملائكة وده كان قبل خلق آدم عليه السلام وهم سجود لله فإذا قامت القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله فالنبي لما شاف المشاهد دي سأل المولى عز وجل أن يجمع له تلك المشاهد في عبادة واحدة فكانت الصلاة اللي كتير من المسلمين هجرينها فكان الصلاة تجمع التلت مشاهد والتلت مشاهد العبودية الجميلة اللي موجودة عند الملائكة قيام وركوع وسجود بفضل الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف المشاهد دي في ليلة الإسراء والمعراج والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة لا بيكلوا ولا بيشربوا ولا عندهم شهوات ولا عندهم أي حاجة غير أن هم بيعبدوا ربنا وينفزوا أوامر ربنا سبحانه وتعالى فلما المولى عز وجل شاء أن يخلق آدم عليه السلام وشاء أن يخلق البشر الملائكة زعلوا زعلوا ليه؟ زعلوا أن يكون ليه المنافس مش تال موضوع هم منفكرش في كده هم منفكروا في حاجة تانية يا جماعة حاجة جبيرة قوي فوق مستوى تفكير البشر فكروا في اني طب يا طرح احنا اصرنا في حق ربنا طب احنا اصرنا في العبادة طب احنا عملنا حاجة اغضابة ربنا علينا كانوا خايفين ان هم يكونوا اصروا في حق ربنا كانوا خايفين ان هم يكونوا عملوا حاجة اغضابة ربنا عليهم سبحانه وتعالى شفت قدي حرص الملائكة يا طرى عندك حرص في يوم الأيام انك تقول يا طرى انا فعلا قصرت في حق ربنا واحنا كلنا بلا استثناء مقصرين في حق ربنا بجد بجد مقصرين في حق ربنا لان احنا لو حبينا نشكر ربنا حبيبنا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم اخشى الناس واطقى الناس كان يقول سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك مجرد ان انا لو حبيت اثني عليك انا معرفش فكيف نوفي فضل ربنا في العبادة وفي الطاعة وفي كل شيء وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالملائكة خافوا يكونوا اثاروا في حق ربنا او يكونوا عملوا حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وبعدين هما كانت في مشكلة تانية ان هما شافوا الجن حينما افسدوا في الارض وقتلوا مقتلة عظيمة فجاء الملائكة فطردوهم الى جزائر البحور وده كان قبل خلق ادم عليه السلام بالفين عام كما قال ابن عمر وليس هناك اي دليل على هذه المدة الشيط في الموضوع الملائكة استغربوا فقالوا ربنا سبحانه وتعالى اتجعلوا فيها ان ربنا قالوا اني جعلهم في الارض خليفة قالوا اتجعلوا فيها من يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يا رب ده الجن افسدوا وعملوا مقتلة كبيرة جدا وقد يكون الانس دولت لما هينزلوا الارض فيها منافع وفيها خيرات قد يتكالبوا على المنافع والخيرات والكنوز والاموال والحد كلها فيحصل ما بينهم مقتلة هم ايضا كما حدث بين الجن وبعدين احنا ما اصرناش ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يا رب احنا لو كنا اصرنا اؤمرنا نزود في الطاعة وفي العبادة شوف حرص الملائكة على طاعة ربنا يا طالع عندك الحرص والحب ده على ان انت اطيع ربنا وتقدم اغلى ما عندك لله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة فكرت في يوم الايام ان ان انت ان انت كلك على بعضك ملك لله سبحانه وتعالى وان انت مهما قدمت ومهما عملت في النهاية انت لا يمكن توفى حق ربنا سبحانه وتعالى ولو في نعمة واحدة وانت عد نعمة الله لا تحصوها سبحان الله فقال جل وعلا ردنا على الملائكة قال اني اعلم ما لا تعلمون انا عارف ان الانسان اللي انها خلقه دوت قد يفسد في الارض وقد يكفر وقد ينكر نعمتي وقد يأكل خيري ويعبد غيري وقد يفعل ويفعل ويفعل لكن فيه خير تاني برضو موجود في الانسان اللي جاي دوت هيبقى فيه منهم الانبياء والصالحين هيبقى فيه منهم الصدخين والشهداء هيبقى فيه منهم المرسلين هيبقى فيه منهم قول العزم الخمسة هيبقى فيه منهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هيبقى فيه خير كبير قوي رغم ان الشره يكون كتير وقد يكون اكتر لان ربنا قاله وانططع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور ورغم ذلك عشان الخير اللي هيبقى موجود دوت قال اني اعلم ما لا تعلمون وبدأت الخطوة الفعلية المولى عز وجل شاء سبحانه وتعالى ان يخلق ادم ابو البشر وبدأ الخلق فعلا المولى عز وجل هيخلق سيدنا ادم من طراب كما قال جل وعلا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون وقال صلى الله عليه وسلم كما عند التلمذي باسناد صحيح قال ان الله خلق ادم من قبضة قبضها من الارض جميعا من كل طراب الارض ومن كل طربة الارض اتخلق سيدنا ادم سيدنا ادم ما تخلقش من حتة معينة لا اتخلق من كل طراب الارض فمنهم ذريته يعني طلع منهم الحزن والسهل وطلع منهم الطيب والخبيث وطلع منهم الابيض والاحمر والاسود طلع الناس اجناس واشكال والوان وطبائع منهم اللي طيب جدا ومنهم اللي خبيف جدا ومنهم اللي وسط ما بين الطيب وما بين الخبف ومنهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم الأسود تلعوا كلهم على حسب طينة الأرض التي خلق منها آدم عليه السلام أما عن تفاصيل خلق آدم عليه السلام إزاي تخلق آدم عليه السلام وربنا كلف مين يجيب له الطراب بتاع الأرض عشان يخلق منه آدم ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نكمل قصة الصراع كيف بدأ وبدأ ازاي وبدأ فين قلنا جماعة ان بدأ الصراع منذ خلق أبينا آدم عليه السلام وبدأ الصراع بشكل عجيب جدا انا هتعرفوه دلوقتي ان المولى عز وجل قرر ان يخلق آدم عليه السلام وبالفعل بدأت الخطوات الفعلية لخلق سيدنا آدم يا طرى سيدنا آدم اتخلق ازاي المولى عز وجل كلف سيدنا جبريل امرو انزل يا جبريل الى الارض وهتلي من كل قطعة من طراب الارض حتى صغيرة كده عينة بسيطة كده من طراب الارض بحيست بقلمتلي من كل بقاع الارض وهتلي القبضة ديت وتعالي بيها نزل سيدنا جبريل سيدنا جبريل امين الوحي امير الملائكة اللي كان بينزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عشان ينفذ امر المولى عز وجل فاول ما نزل المولى عز وجل انطق الارض الارض اتكلمت وكلكم عارفين ان المولى عز وجل قال للسماوات والارض ائتي طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فاسبت المولى عز وجل ان الكون ده كله ليه حس وادراك وكلكم عارفين ان عرش مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا اهتز لموت تلميذ من تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد ابن معاذ وانتو عارفين ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان الحصى بيسبح في ايديه وكان في حجر في مكة كان بيقول له السلام عليك يا رسول الله والكلام ده كان قبل البعثة وانتو عارفين حاجات كتيرة جدا تثبت لنا ان الكون ده كله ليه حس وادراك والمولى عز وجل وضح لنا ان الدنيا ده كلها والكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيزجد لله قال جل في علاه ألم ترى ان الله يزجد له من في السماوات يا ومن في الارض عدي معايا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الكون ده كله بيزجد لربك سبحانه وتعالى يعني ما بتصليش لحد دلوقتي مش مكسوف ان الجبال والشمس والحجر والأمر والشمس والدنيا كلها بتزجد لربنا وانت رافض تزجد لربنا لو رفضت تزجد لربنا وفضلت على كده يوم القيامة لما يكشف عن ساق مالك الملك وملك الملوك يوم يدعون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون قاشعة ابصارهم ترهكهم ذلة ايه السبب وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون اللي هيرفض يزجد لله هنا ربنا سبحانه وتعالى هايمنعوا من السجود هناك ربنا يجعلنا وإياك من الساجدين ربنا يقبض أروحنا واحنا ساجدين بين يدي الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع ان سيدنا جبريل نزل الأرض فالأرض نطقت واتكلمت وقالت له هو لسه هياخد من طراب الأرض قالت اعوذ بالله منك ان تأخذ مني شيئا فعاد جبريل عليه السلام الى المولى عز جل فسأله المولى عز جل لماذا لم تأتي بالقبض يا جبريل قال لقد عازت بك يا رب فأعاستها قالت لي اعوذ بالله منك فأعاستها ما قدت تشاخد منها حاجة فالمولى عز جل أمر ميكايل خلاص يا جبريل انت مش قادر تنفذ الأمر دوت نتيجة يعني الرقة اللي في قلبك دي كلها مجرد ما الأرض استعازت بالله منك خلاص كده سبتها طب انزل انت يا ميكايل فنزل الميكايل عليه السلام ودخل على الأرض ولسه هيقبض منها فقالت اعوذ بالله منك ان تأخذ مني شيئا فتركها وعاد الى ربه جل وعلا فقال ما الذي حملك على ذلك يا ميكايل قال انها عاذت بك فأعثها فكتل مرة التالتة وكتل هي دي بقى الاخيرة فربنا سبحانه وتعالى ارسل ملك الموت وشو بقى ملك الموت سبحان الملك كل يعني كل ميسر لما خلق له فأرسل ملك الموت فنزل الأرض فلسه هياخد قبضة من الأرض فالأرض نطقت وقالت اعوذ بالله منك ان تأخذ مني شيئا فقال لها وانا اعوذ بالله منك ان ارجع ولم انفذ امر الله جل وعلا يعني انت بتستعيز ان انا اخذ منك حاجة وانا استعيز بالله ان ارجع من غير منفذ امر ربي فاخذ من كل قطعة جزءا من طربتها فجمع قبضة وده دليل على اظم خلق الملائكة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين قد ملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرك والمغرب تخيل حضرتك حجم سيدنا جبريل لما تعرف ان ما بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام سيدنا جبريل سد ما بين الأفق وما بين الأرض الى السماء ده حجم سيدنا جبريل له ستموئة جناح بجناح واحد بريشة من جناح قال بخمس قرى خمس محافظات قرى قوم سدوم ليه قرى قوم نوت ورفعها الى السماء حتى قال الحافظ ابن كثير حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابيم ثم جاءه الأمر من الله عز وجل فاجعلنا عليها سافلها فنزلت إلى الأرض تلك القرى الخمس بريشة واحدة من جناح سيدنا جبريل فملك الموت خد من كل قطعة من الأرض جزء يا سيد من تربتها وجمع القبضة دي كلها وأحضرها بين يدي الملك سبحانه وتعالى فلما رأاه المولى عز وجل قال لهم أما رحمت الأرض يا ملك الموت أما رحمت الأرض حين تدرعت إليك طب هي تدرعت إليك وقالت لك أعوذ بالله منك إن أخذت مني شيئا أنت مرحمتهاش فقال ملك الموت لقد رأيت أن تنفيذ أمريك أوجب من قولها هي تقول زي ما عايزة الأرض تتكلم زي ما عايزة لكن تنفيذ أمرك يا ربي أوجب يا مسلم يا حبيب قلبي ما فكرتش في يوم الأيام إن صاحبك لما بيقول لك صلاة إيه اللي أنت رايح تصليها وما فكرتش تقوله إن أمر ربنا أوجب من كلامك ما فكرتش يا أختي لملبستيش حجاب لحد النهاردة لما صاحبتك بتقول لك معقولة هتلبس حجاب وتبقي دقة قديمة يبقى منظرك مش حلو وما تبقيش البنت الحلوة الجميلة يعني الشيك اللي بتلبسي وبتعمله وبتسوي ما فكرتش إنك تقول لها أمر ربنا أوجب من كلامك ما فكرتش وإنت بتعق أمك وأبوك والناس بيقول لك أيوة كده ما تسمعش كلامهم ويزبط شخصيتك مع الأم والأب ما فكرتش إن أمر ربنا أوجب من كلام الناس وإنك إنت لازم تبوس إيد أبوك وأمك وتسمع كلامهم وتعمل كل اللي عايزينه مدام ما فيوش معصية لله سبحانه وتعالى ما فكرتش وإنت بتاخد رشوة أو بتاخد مال حرام إن ربنا لما أمرك إنك تاكل حلال وتبايد عن الحرام ما فكرتش إن أمر ربنا أوجب شاهد في الموضوع إن ملك الموت سمع الكلام ونفذ أمر ربنا وجاب القبضة وحطها بين يدي المولى عز وجل ووضع القبضة بين يدي المولى عز وجل وبدأت مراحل الخلق المولى عز وجل خلق آدم من تراب عجنت هذه القبضة القبضة دي اتعجنت وتشكرت في صورة إنسان لكن لسه لحد الآن ما فيش لا جسد ولا روح هي طين فقط المية اختلطت بالطراب فأصبحت طين وسبوها تركت تركت سيدنا آدم عليه السلام لحد ما الجسد ده أو الجزء اللي اتعامل بالمية والطراب لحد ما أصبح كالفخار حاجة كده إيه نشفة وخلاص وكان آدم عليه السلام في هذه المراحل جسد بلا روح اتحول الفخار إلى جسد ثم ترك فترة من الزمن قد ايه بعضهم يقوله 40 سنة بعضهم يقوله 400 سنة بعضهم يقوله 4000 سنة يعني ما فيش أي دليل على الكلام ده كله لكن هي فترة قال عنها جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة هي دي الفترة التي ترك فيها آدم بين أن يكون جسدا بلا روح وبين الفترة التي دبت فيه الروح هي دي الفترة اللي ربنا قال عنها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ترك آدم عليه السلام في الجنة مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولما اتخلق سيدنا آدم بالمنظر ده وبقى جسد بلا روح مين بقى اللي بدأ يقرب من سيدنا آدم هي دي قصة الصراع إبليس هو إبليس ده كان شغال إيه هو كان ملك لا ما كانش ملك أم ملكة العايش فين كان عايش مع الملائكة طب كان عايش مع الملائكة فين في الجنة آه في الجنة لكن كان بيعمل إيه كان بيعبد ربنا يعني كان إبليس ده كان كويس ده كان كويس جدا ده كان يعني من أولياء الله الصالحين كان عبدي لله بجد كان من الجن آه لكن كان يعني مؤمنا طقيا نقيا كان بيعبد ربنا ليل ونهار أمه لإيه اللي حصل هتعرف دلوقتي إيه اللي حصل فإبليس كان جواه برضو لسه برضو يعني على قد ما كان بيعبد ربنا وعلى قد كل اللي كان بيعمله ده كله لكن كان جواه حاجة مش كويسة فبدأ يطيف حوالين سيدنا آدم يدور حوالي جسد بلا روح هو ليه ربنا خلقه وخلقه ليه طب وده هيجي يعمل ايه يا طرح هياخد المكانة بتاعتنا يا طرح هيأثر على يعني المكانة والحياة اللي احنا عايشينها ديات يا طرح يا طرح ميت يا طرح دارت في ذهن إبليس في الوقت دوت وبدأ يطوف حوالين سيدنا آدم والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يدعى تركه فترة جسد بلا روح قبل ما تدب الروح في سيدنا آدم عليه السلام فجعل إبليس يطيف به يلف حواليه فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك إيه رآه أجوف عرف أنه من جواه فراغ فراغ يعني ده في يوم الأيام محتاج يأكل ويشرب ويقض حكته ومحتاج شهوات ومحتاج 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 إنسان فعرف أنه لا يتمالك يعني هقدر أدخله من مئة ألف حيلة هقدر أزيل له هو وزريته وهقدر أحمل معهم حاجة كتير وهو أسوس لهم وأقدر أن أنا أبعدهم وأعمل وأعمل مدام هم محتاجين يأكل واشربوا ومحتاجين شهوات ومحتاجين عرف أنه خلق لا يتمالك وده يعرفنا أن عدوة إبليس شوف قديمة قديه ومش هتنتهي هتبدل كده لحد قيام الساعة ده من أول لحظة أخويا وحبيبي نتخلق فيها أنا وإنت وإنت إبليس بيعدينا والعييب أن إحنا لما بنتخلق بنبقى لسه أطفال صغيرين ورغم ذلك عدوته بتبدأ معنا من هذه اللحظة والحديث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد إلا نخساه الشيطان الشيطان أول ما الطفل بتولد بيبكي إيه اللي بيخلي الطفل يبكي ده بالعكس ده المفروض أن الطفل ده يفرح أنه خرج من الضيق إلى الساعة والحقيقة هي مش ساعة أنتوا لما تحسبوها صح تلاقوا أنه هو خرج من الساعة إلى الضيق من ساعة الراحم بتاع الأم وقاعد بيأكل وبيشرب وبيتنفس وبيلعب وبيعمل كل حاجة إلى ضيق الدنيا وهموم الدنيا وابتلاءات الدنيا وأقدار الدنيا وعدوات الدنيا لكن هو يعني المفروض يخرج برضو يفرح برضو ده خرج عالم تاني وإيه اللي بيخلي يبكي هو مش بيبكي عشان فقط بيشعر بألم ولا حاجة لا ده هو نخسة الشيطان اللي أخبر عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخساه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ويفضل إبليس في حربه السافرة ضد ذرية آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ويوم الإيامة في النار في النار ربنا عافينا وعافيكم يخطب إبليس خطبته المعروفة وقال الشيطان لما قضي الأمر تلاقي ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين الناس اللي هتخش النار هيلاقوا منبر بيتحط في النار وواحد طالع فوق المنبر وبيتدور مين ده وده إبليس أول مرة يشوفوه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم تحالوا نكمل قصة إصراع الحلقة اللي جاية إن شاء الله ونعرف إزاي حصر الصراع بين سيدنا آدم وبين إبليس وإزاي إبليس مكمل الصراع معانا حد يوم الإيامة إني داعي فأمن من قلبك اللهم يا رحمن ورحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يا ربنا اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اجمعنا جميعا على حوض النبي لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا نجينا جميعا من مكائد الشيطان نجينا من مكائد الشيطان اجمعنا مع النبي العدنان في الفردوس الأعلى فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبيه محمد وعلى أليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنيني العمر تصارع من دوّب